أتعلمون ما معنى العباس؟ العباس في لغة العرب هو الأسد الذي تفر منه الأسود ترتعب منه الأسود هذا المعنى تجلى ما تجلى منه في طفوف السنة الحادية والستين للهجرة لكن المعنى لم يتجلى بكامله لأن العباس كان سقاء سيعود في الرجعة عباسا هكذا نقرأ في زيارته في زيارة أب الفضل صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء وهذه كلمات إمامنا الصادق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي علمنا أن نزور العباس بهذه الكلمات نخاطبه لأنه وجه محمد وآل محمد عبر العباس نخاطب محمدا وآل محمد هذا وجههم المشرق هذا قمرهم فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ إِنِّي بِكُمْ بِكُمْ وَبِإِيَابِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِيَابِكُمْ يَا أَبَى الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بِكُمْ بِكُمْ وَبِإِيَابِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَتَلَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ لحظوا دقة التعابير قتل الله أمة قتلتكم متى هذا؟ متى سيقتل الله أمة قتلتهم؟ في الرجعة بيد علي صلوات الله وسلامه عليه الحديث عن القتلة الثانية القرآن يشير إلى ذلك ماذا نقرأ في سورة الأنفال في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وسورة الأنفال تتحدث عن واقعة بدر والخطاب من الله إلى رسوله فلم تقتلوه الحديث هنا عن المسلمين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم كيف قتلهم؟ علي هو الذي قتلهم قتل الصناديد المسلمون ما كانوا يملكون سيوفاً كانوا يحملون معهم جريد الناخل الأسياف كانت قليلة أتعلمون كم كان عدد الأسياف؟ كان عدد الأسياف ثمانية ثمانية أسياف ولم يملك المسلمون من الخيول إلا فرسين واحدة عند المقداد بن الأسود وواحدة عند الزبير بن العوام ما كان عند المسلمين لا رماح ولا سيوف ولا نبال كانوا حفات لا يحملون معهم إلا جريد الناخل جاءوا من المدينة والمدينة معروفة ببساتين الناخل جاءوا بجريد الناخل وما كانوا قد تدربوا على الرياضات القتالية كالجودو والكراتة وغيرها فالذي جندل الصناديد هو علي الذي أدار المعركة علي علي صلوات الله عليه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم قتلهم بيد علي وما رميت يا رسول الله إذ رميت ولكن الله رمى حينما رفع رسول الله مقدارا من حصباء الأرض ورمى به وجوههم وجوه المشركين حين قال شاهت الوجوه والروايات تخبرنا من أن تلك الحصباء وذلك التراب الذي رفعه رسول الله ما وصل إلى وجه أحد من المشركين إلا وقد قتل قتل بيد علي فهذا الخطاب خطاب لمحمد وعلي مثل ما جاء الكلام في سورة الأحزاب في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة وكفى الله المؤمنين القتال حتى في كتب المخالفين وكفى الله المؤمنين القتال بعلي 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 وكفى الله المؤمنين القتال بعلي فلم تقتلوهم في بدر ولكن الله قتلهم أما رسول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فحين نقرأ في زيارة العباسي قتل الله أمة قتلتكم إنه القتل الثاني بالأيدي والألسن يا أبا الفضل فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن لا يعني أن العبارة لا تنطبق على إمام زماننا لكنها في عمقها البعيد مثلما جاءت التعابير القرآنية في سورة الأنفال في علي تشير إلى غضبة السفاح إلى الثأر الحسيني على يد علي بعد القتلة الثانية في الرجعة العظيمة من هنا فإن كلمة الحسيني للعباسي حينما جاء العباس مستأذنا بعد أن قتل جميع الهاشميين وجميع الأنصار لم يبق في ساحة المعركة مع الحسين إلا العباس فجاء مستأذنا فماذا قال له سيد الشهداء قال أنت حامل الوائي وإذا مضيت إذا مضيت يعني إذا مضيت شهيدا إذا ما قتلت تفرق عسكري صحيح أن العباس عسكر الحسين صحيح هذا لكن الإمام إذا كان يقصد هذا لكان قال له وأنت عسكري الإمام قال له تفرق عسكري يشير إلى زمن آخر فالحسين هنا يتجاوز في حديثه زمن اللحظة مثل ما تجاوز الزمان مع أنصاره ومع أهل بيته في ليلة عاشراء حين حدثهم عن الذي سيجري في يوم غد في يوم عاشراء وحدثهم عن الرجعة العظيمة ومن أنهم سيعودون حدثهم عن الرجعة الروايات تخبرنا حدثهم عن رجعته إذا ما رجع هو فإنهم سيعودون معه وأراهم مواضعهم في الجنان عاشراء تجاوزت الزمان والمكان في أسرارها وتفاصيلها الحسين هنا يشير إلى زمن بعيد فإذا مضيتها يا أبا الفضل تفرق عني عسكري هذا يؤكد ما تشير كل المعطيات من أن الأميرة أعد العباس لحسين إلى الزمن البعيد إلى الزمن الرجعة العظيمة هذه معطيات منها ما هو في حد التصريح ومنها ما هو في حد التلميح وهناك معطيات أخرى سيأتي ذكرها في طوايا الحديث المتفرق في الحلقات القادمة كل ذلك يشير إلى أن القتل الثاني سيكون أشد سيكون أقسى ستكون الجريمة أعظم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر